هي عين والتانية كمان عين بيحترمها طوف ما تتصوّع كيف رجل بيحترم زوجته وبيحب زوجته بيخونا مع امرأة تانية ومصرعة كلمة خيانة بدا تسمحني كيف بتسامحي بدا تسمحني خيانة أو مش خيانة برأيك خيانة خيانة ليش رجل إذا بتقول بتحترمها ليش بدي يكسرها ويكسر نسيتها لزوجته ليش سبحان الله أنا تزوجته لسلام بعد كم سنة ايه شو يعني كم سنة يعني خلص نعم ليش خلص يعني المرأة بعد عمر معين خلص زغري يعني لأ زغري خلص مثل ما كنت عم بتقول قبل شوية المرأة بعد عمر معين خلص أنا رأيي قلت لك بعد سنة الخمسين بعدنا عن كلامي هو ذاته كل يوم بتمرق وفيه صار راجع لألة كيف يعني بعد الخمسين بتنتهن؟ بتنتهن رأيك ايه رأيك طيب شو اللي بلش تفقده بزواجك خليك تتزوج أمرأة تانية بصراحة 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 صار شوية ما كنت مرتاح بالباد ليش؟ لأنه مهتم بالولاد ولأنه في مسؤوليات الولاد صح؟ الأكترية الأكتر الشيء طيب ليش الرجل ما بد يساعد زوجه؟ بصير فيه عفوا بصير فيه كتير يعني ما شو فيه اهتمام كتير فيه فيه اهتمام للولاد فيه اهتمام لمدرسة الولاد أنا بد اهتمام إلي عندي هيك شوية حالي خاصة بس ليش؟ ليش ما بتساعدها يعني انت بالأطفال وبالولاد من ولادك أخر طنهار كمان أستاذ مالك شو بدي ساعد فيها؟ بتروح تتجوز عليها بتدعملنا زويتك بره وهي ترك المرأة بس تتربى الولاد يعني المرأة عادة رغباتها عندها حاجاتها صحيح مثل ما أنت زهقت أكيد تكون هي زهقت كمان صحيح هي ما خانتك مع رجلتاني صحيح نفس الشي لكن ليش بتبيح لنفسك ليل ما بتقبله عزوجتك يمكن التوفاء مني يعني خانة يعني خانة يعني خانة يعني خانة طيب سؤال شو اللي لقيتو عد المرأة الأجنبية ما لقيتو عد بن illegناية المرأة اللبنانية ما علقات عند العدافة الي بدي يا أيها دفة يعني الحب الي اني بدي يا شو ذكروا ام مني وج levers يعني اش روهم يوجلتك خلص أنا لقيته مع البنت الحبشية يعني زوجته باحترامي إلع مع أنه أنا باحترامها وبحبه وهي بتاعري كيف بتحبه وبحبه أنا هيدا ما فهم سبحان الله أنا ليك عحسين هيدا المعادلة يا بشر سمعوا يا بشر سمعوا صح؟ خط هاشتاك يا بشر سمعوا كيف يعني رجال بيحبه بيحترم مرته بيحبه بيتجوز عليها بس جابوني هيدا المعادلة أنا هيدا ما بفهمك يعني هيدا سر من أسرار هالبرنامج اللي قد ما أحاور ناس واسمع قصص الناس ما قدرة تحل هالمعادلة كيف رجال بيحبه بيحترم مرته وبيتجوز عليها سبحان الله حبيتها طيب سؤال لما أخذت قرار الزواج لماذا ما طلقتها لعيدها وعطيتها حريتها وكل واحد يكفي الطريق أول شيء بيحترمها وبحبها هذا مرفوض هذا أنا ما بفهمه أنا ما بقدر أفهمه بتحلوه بس أنت ما تخليني كفر ما فيني فهمه ما تقوله فيك تفهمية عايدة فيك تفهمية إذا بحبك وبيحترمك تفهم أنه يجوز عليك ما بتفهمه ما في حدا بيفهمه ما حدا بيفهمه ما حدا بيفهمه طيّر وأم الأولاد أم الأولاد أم الأولاد بسنبتعود زوجتها يعني بيصير في طلاق وخلص تعطيها حريتها وخلص لا أنا كمان خليك معي أستاذ مالك أنا بحكيك صراحة هلأ هي موجودة مش أنا خيرتك ما بدك أنا جاهز بتحب تضلك مع الأولاد أنا موجود قدين حديك وقدامي وإذا بطلقك بيخد الأولاد لا موجودة خلي هي تقلّك انسي الشارع أنا خيرتك إنك إذا أنا بطلقك بيخد الأولاد لا بس كان مشتم كشارع شارع أوكي يمكن هي ما بتقدر تربيهم ما بتشتغيل ما كذا أوكي بدين رجعوا لي إلي أوكي إتوماتيكيا بس أما أنا ضغطت عليا بهذا الموضوع قلت لي أنه إذا بطلقك بيخد الأولاد لا ما عندي هالحركات هي أستاذ مالك أنا شلقت عن سلام حبيتها لسلام حب مش طبيعات حاولت تهربت منا كتير مقدرت أول مرة وتاني مرة وثالث مرة وحتى هي تهربت منا مقدرت سبحان الله قلبي هدف لك مقدرت بعد بقعدت عنا متل لما حبت عيدة وبعدني بحبها لعيدة همان نفس الشيء همان نفس الشيء متل المستحيل لا يا بشر همو يا بشر أنا بصمع بعدني بحبها وجوزت عليها سبحان الله معقول القلب يساء المان؟ أبدا أبدا إلا قلب واحد بس أنا بقسم القلب لك بس سلام بدي القلب كامل صفة طمع لا طمع صار زيادة ما فيه أعطيها القلب كامل لقيلة وما أعطيها النص بنص لا قبل ما تكملوا شتركوا هلا بقناة مالك مكتب الرسمية على يوتيوب وما تنسوا شغلوا الجرس كم عمرك سلام؟ ثلاثين يعني بعد كم سنة بالنسبة لحسين بتصيري امرأة غير صالحة عشرين يعني عم بتعديهم عم بتعديهم عم بتعديهم عم بتعديهم عم بتعديهم رقم قلت لك قبل شوية أنه هي ما بتعتهم بقية جوّز لأنه جوّز وعمله يعني أكلت الضرب أنت اليوم كيف تعيشي هذا الاستحقاق مع رجل بشوف المرأة أنه بعد فترة ما بيعمله ليه ما بيعمله؟ لأنه صار وقت وقت صار عمري خمسين سنة يعني بكون هو صار كمان كبير ايه بس هي عم بتقليك كانت تفكر مثلك أنه ما بيعمله وعمله بس ما بعرف يعني هاليا هيك بفكر يعني لما يصير عمري خمسين سنة قد يكون عمره هو بغزة يمكن بعد عشر سنين يعمله يمكن بعد خمس سنين يقليك خلاص ما بتقبلها شو بتعملي؟ يعني مشكلة أنا ما بيكون مثل عيدة نيحة كثير ما بتكوني مثل عيدة؟ ايه؟ ايه؟ اذا بده يتجوز يعني ساعتها بيطلقني إلي ايه؟ يعني يعني مشكلة يعني ما فيني يكون مثلها منيحة بسراحة بيطلقني إلي يتجوز غيري ما عندي مشكلة واذا ما طلقت؟ ما في ما يطلقني ليش؟ ما في ما بتقبله اذا ما طلقت وحرمك من ابنك شو بتعملي؟ بطلبي تطلق بتطلقها ساعتها؟ لا سلام؟ لا لا سلام ولا لا عيدة؟ ما بيطلق ما بطلق ايه؟ 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 استاذ مالك يمكن تقول عم جاملة للزلامة؟ ما بيطلق عيناتهم ما تمش فيهم بحقني بحقني عيدة اليوم غمتعك يا دا سننا قطريتك ايه؟ ايه؟ كيف هنواجه؟ ايه؟ استاذ مالك بعطيك بس شغلة صغيرة؟ ايه؟ ايه؟ بعطيك شغلة صغيرة؟ انا وصلت للموت لكورونا ام لولاد ضلت حدي كورا انت ضلت حدي مريدة وحدة؟ ما ظهرت من الغرفة ولا ثانية ليش بقيت معك عيدة بكورونا؟ ام لولاد ضلت معي هني ممنوع هني ممنوع ضلس انا غصبت المستشفى ما بدي ضلت وحده ليش بدي تبقى حدك عيدة؟ بدي اياك انت تسامحني اذا صرر جيد انت بتعرف ان عمل في خلطة ايه؟ ضلت معك ثلاثة عشر يوم بالقوضة بالموجة التانية بالعناية 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 ليش بدي معه؟ ليش خطرت بحياتك بهذا رجل اللي اشتت كل شيء؟ ليش قبلت تفوتي معه؟ قلت اول شغلة بقي الولاد انه كان بوقت صعب والدنيا موتو حي ليش ما طلب من مرته التانية تبقى معه برأيك؟ ما بحفية بخاق عليها اكتر او بحديك اكتر؟ اوه ليش سربت منه تحديدا لعايده تشيك؟ على الدنيه ظلمت انا بيوم من الايام ظلمت ا ابيوم من الايام غادييها تسامحنة إذا صری شيء خليها تسامحني بس بهكلام سلام مانا كتير مانتشيك واقع انا بحكي حقيقى وهي بتعرف هدا الشيء هي بتعرف هدا الشيء عم بتدمنيها سلام عم بتدمنيها ليه عم ten back لانه كنت كتير كايفين وقتها وهو المرة عدو اذا انا صري شيء أستاذ مالك ما إلى حالة هي إلا عني وقت كثير كايفاني كنت يعني ابني بعد ومشمس هجال شمس هجال وما إلى حالة اي كثير كنت كايفاني ومريدة عني وكايفاني أنا كمان يصير لشي يتيطم أبدي عبدو في يوم في يوم على عد قلت لي الحكيمي أنه ما بنعرف إذا راح تقدر تكمل أو لا خفت كتير على الولد عدا بتعرف أنت سيد مالك مجتمعنا وحوش منا حدا بيوقف حدد لأروع القصص اشتركوا هلأ بقناة مالك مكتب الرسمية على يوتيوب